من واشنطن ينضم إلي النائب البرلماني اللبناني فؤاد مخزومي وعضو كتلة تجدد أني مرحبا بك سعادة النائب شكرا على قبولك لهذه الدعوة ما هي أبرز العناوين التي أو دعتموها الطاولة الأمريكية كوفد معارض وماذا يمكن أن نفهم للمشاهد ماذا نعني بوفد معارض في أي مساحة يتحرك هذه المحطة السابعة بالجولة التي ابتدناها من حوالي السنة ابتداء من استوغن مرورا ببيريز ولندن وبرلين وعدة دول التي كانت إلى علاقة بالقرار بالأوضاع بالمنطقة اختلاف هذه الجولة ابتدناها بنيويورك والتقينا بمساعدة الأمير العام دي كارلو وبحثنا معها الأوضاع المتعلقة بجنوب لبنان كيف نعزل لبنان عن الحرب الموجودة وفرضت علينا بحثنا قرار 1701 وطبعا وجود الوجود السوري في لبنان الذي نعتبر أنه موضوع صفا كثير مهم أنه نبحثه على المستوى العالمي ذكرت أنكم بحثتم عزل لبنان عن ما يجري في غزة هل هذا ممكن وواقعي وهل وجدتم وجهة أو توصيف سليم من قبل الجانب الأمريكي لحقيقة الوضع في لبنان ارتباطا بمسألة الرئاسة مع وضع الجنوب مع تنفيذ الغرار 1701 طبعا نحن شفنا أنه هناك فيه عمل جدي عم تقوم فيه الإدارة الأمريكية وكمان من الآن المتحدة لعملية عزل لبنان عن الوضع ما يحصل بالجنوب طبعا نحن كنواب نمثل مجموعة أحزاب وكتال نيابية التي تمثل أعضاء أكثر من 50% من المجلس النيابي نحن موقفنا واضح وصريح لبنان نحن نتمنى الخير وبدنا نحل الدولتين وإنشاء الدولة الفلسطينية بس مش أنه تكون لبنان هي البلد اللي يدفع دم ويدفع دمار كل مدي كل 10 سنوات 15 سنة لأنه فيه هناك محاولة لفرض معادلة جديدة بالبلد يلي شفنا نحن بالإدارة الأمريكية ويلي شفنا بالأم المتحدة أنه هناك فعليا نية جدية للتعامل بهذا الموضوع وفي اليوم مثل ما بنعرف من جرى لبنان لعملية ربط المسارين يلي هو المسار اللبناني بالمسار محصر بغزة هو حصب الله والحكومة اللبنانية ونحن كممثلين للشعب يلي لم نعطي ثقة لهذه الحكومة كنا عم نعطي صوته نحن مساعدين نجتمع نشتغل مع المجتمع الدولي لعملية مساعداتهم لحماية لبنان من هذه المرحلة يعني هناك طرف حاضر غائب يعني على الأقل في مستوى النقاشات هل دار الحديث عن سيطرة طهران على قرار الحزب وكيفية التواصل يعني ليس الحزب لا يمثل جهة حكومية يمكن التفاوض معها بشكل مباشر ولكن يمكن التفاوض ودائما هناك بوابات خلفية بين واشنطن وطهران في مختلف الملفات سيدي لا شك أنه الكل بالمنطقة لما بعد 7 أكتوبر لم يتوقعوا طول هذه الحرب والدماري اللي عم يحصل على كل الجهاد أنا أعتقد أنه اليوم ما في نية ما شفنا في نية فعلي لأنه إيران تخود بالحرب إيران عم تخود الحرب بواسطة حلفاءها بالمنطقة ووسائلها بالمنطقة مما فيهن حزب الله بلبنان اليوم الفرق أنه حزب الله دوره بلبنان يختلف عن دور الحوسيين أو دور الحج الشعبي أو دور حماس لذلك حزب الله بدي يعمل حساباته بطريقة مختلفة بس لا شك أنه اليوم المعركة ضرت الكل وصار الخرابة اللي عنا مثل ما بتعرف لبنان في عنا فوق المئة ألف لبناني يلي نجبروا أن يتركوا قراهن هناك ملايين الأمطار اللي دمرت ولا يمكن زراعتها لنبدي طويلة من الزمن لا بعتقد الكل وصل لقناعة أن هذه الحرب بدنا نعزل لبنان عنها ونحمل بلدنا نضع فينا نتحمل الحروب على ذكرى الدمار والإعمار معا هل ما رشح من أخبار في الفترة السابقة وصل حقيقي استطعتما أن تتأكد منه من الأمريكان أن واشنطن تقدمت بعرض إعمار للجنوب والشرق مقابل إيقاف الحرب وحزب الله هو من رفض أكيد أني عم نسمعه أنه هناك نية جدية لمحاولة تطبيق بنود 1701 تطبيق بنود 1701 يقتضي أول شيء أن أول جيش اللبناني أنه نزيد القوى الموجودة اليوم بالجنوب من 2500 إلى حدود حوالي بين 10 و15 ألف مما يتوجب على الأليلة ما يزيد على المليار دولار تجهيزات و250 مليون دولار سنويا لدعم هذه الحالة بس طبعاً اللي نحن بحسناه مع الإدارة أنه هي مش فقط عملية أن نقول جيشنا بجنوب لأنه كلها تبنعرف أنه سلاح حزب الله في حالة أنه اضطر أنه يتراجع إلى بعد خط 1701 ولشمال اللي طاني هالسلاح يصفي بالداخل اللبناني فإذا نحن ما حمينا حدودنا الشرقية مع سوريا ومنعنا عملية بالآخر تسليح حزب الله ومنعنا عملية بالآخر التهريب وتصدير المخدرات والكابتاكر وكله كل شي بنعمل أنه زحنا المشكل من الحدود الإسرائيلي وحطيناها بالداخل اللبناني وكلها تبنعرف بعد 2006 نفس المعادلة صارت وصار هناك احتلال لمدينة بيروت في 2008 المقاربة لديكم مدى ملامستها للراهن والواقع والمقاربة الأمريكية الخاصة بموضوع الشغور الرئاسي وكيفية الحل طبعاً ولا يمكن عدل ذلك الآن مع ما يطرح من تسويك شامل الملف الرئاسي وتطبيق القرار وخلق الهدوء في جنوب لبنان تحديداً لا شك أنه عمل اللجنة الخماسية نحن منقدره كتير لأنه بالآخر عم يشتغلوا جدياً لعملية بني جسور بين القوى السياسية المطلوبة نحن المشكلة باللبنان أنه فتنا 12 مرة على انتخاب الرئيس نحن كمعارضة صوتنا 12 مرة لمرشح آخر مرة فقط الثناء الشيعي كان عنده مرشح ولم يستطيع أن يطلع فول واحدة خمسي صور لكن بالنتيجة اليوم في أمر واقع عملية توازن الضعف لا نحن قادرين نجيب الخمس وستين ولا هنه قادرين نجيب الخمس وستين وهناك خطوتين مثل ما بتعرف خطوة أنه يكون في عملية النصاب يلي أي من الطرفين ممكن أنه يفشته ونحن مصررين على عدم تفشيله وبالآخر الوصول لعملية الأرقام لإنتاج رئيس أنا بأعتقد اليوم مسألت التوافق على مرشح كحل في المفاوضات والتنازل منكم ومن حزبنا يبدو أنه لا زال يتمسك بفرنجية كمرشح هل من بديل بالمواصفة التي تطرحها المبادلة الأمريكية والفرنسية أن يكون متوافق عليه مرضي سيد الكريم نحن ما تنسى نحن كان لدينا مرشح اسمه ميشيل معود يلي لم نستطيع أن نجيب له أكثر من خمسين صوت وصلنا على مرشح توافقي لأستاذ جهاد عزعور يلي وصلنا لستين صوت اليوم بالنتيجة نحن نفرج أنه نحن بدنا فعليا أن نحل هذه المشكلة ونوصل لرئيس جمهورية الفرق الثاني أنه أعمل لك أنا يا بتشتغلوا بمرشحي يا أنا بدي عطل السؤال أنه اليوم واضح ما ترحها بالخماسية اللي بدتها المملكة العربية السعودية أولا بموضوع المظلات الخمسة بتقول أنه بدي يكون شخص يلي هو يجامع وقريب من الكل نحن ما عم نقول أنه من شخص يكون ضد حزب الله ويجر البلد لحرب أهلية بالعكس نحن لا ما بدنا لا حروب أهلية وبدنا بناء الوطن بدنا الكل يكونوا مشاركين ومشان هيك هذا الوفد اليوم الموجود معنا هي مش فقط معارضة هناك ممثلة النائبة الندى البستاني عن تيار الوطن الحر يلي هو كان قريب من حزب الله يعني فعليا نحن عم نكبر القاعد الوسطية لنقدر نوصل لحل وننتخب رئيس جمهورية ونفرض الإصلاحات اللي بالآخر بدنا نبني عليها وطن نحن لا بدنا حروب ولا عملية مواجهة يعني خيار قائد الجيش الذي كان مطروحا هل بات بعيدا كحل أول شي بتعرف قائد الجيش نحن عم احترام لإله وإدارته للملف للجيش وبعتقد دوره الوطني يجب تقديره ومثل ما بتعرف نحن كنا أساسيين بعملية التمديد له لنمنع الفراغ اللي كان لح يحصل مثل ما بتعرف في أوائل شهر أو إلى هذه السنة أنا بعتقد الرأي قائد الجيش هو خيار جيد وممتاز وبيمثل طموحات بس بالنتيجة بدي يكون عندك توافق لأنه قائد الجيش بالذات كونه أنه زابط بالخدمة يتطلب 86 صوت لانتخابه ومش 65 مثل المدنيين يلي بالآخر مش موجودين اليوم بالخدمة العسكرية من واشنطن النائب في البرلمان اللبناني فؤاد مخزومي وعضو كتلة تجدد النيابي أشكر لك حضورك وكذلك كل ما تفضلت به من إفادات وإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة